يا معشر المسلمين أجلوا من الصلاة قبل الفرود إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا أرحم الراحمين يا معشر المسلمين أجلوا بالصلاة قبل الفرود خلص صلوات كتبهن الله على عباته فَمَنْ أَدَوْنَ لِلْمَوَاقِثِ إِنَّ كُنَّ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا كُنَّ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا يَوْمَ الْقِيَامَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ أَجْلُوا بالصلاة قبل الفرود من حفظ على الصلاة أقرمه الله بخمس خصال يرفع الله عن ديق العيش وعذاب القبر ويُدِيه كتابا بيمينه ويمر على السراط كالبر ويدور الجنة بغير خساب يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ يَا مَعْشِرَ الْمُسْلِمِينَ عجلوا بالصلاة قبل الفوت الصلاة اعبد الدين من اقام الصلاة فقد اقام الدين ومن ترى فقد اقام الدين يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ماشر المسلمين عجلوا بالصلاة قبل الفوت ان الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ماشر المسلمين عجلوا بالضوبة قبل الموت لكل امة دين اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعدا ولا يستقدمون يا ارحم الراحمين ارحم الراحم يا رسول الله يا رسول الله عليه وعليك يا ناصرع الهداة يَا خَيْرَ قَلْكِ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يَا أَنَا سُرَى الْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يَا أَمَنْ أَصَرَى بِكَ الْمُعَيْنِ لَيْلًا يَا أَمَنْ أَصَرَى بِكَ الْمُعِيْنِ لَيْلًا يَا أَصَرَى بِكَ الْمُعِيْنِ لَيْلًا وَإِلَى الْمُنْتَغَارُ يَا أَصَرَى بِكَ الْمُعِيْنِ لَيْلًا أَصَرَى بِكَ الْمُعِيْنِ لَيْلًا يَا أَصَرَى بِكَ الْمُعِيْنِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَرَى بِكَ الْمُعِيْنِ